هل تعتقد أن بنيامين نتنياهو سيبقى أساسا على رأس الحكومة الإسرائيلية بعد ما جرى من قبل بني جانس؟ معروف أن نتنياهو لا ينسحب بسهولة وهو عنيد للغاية وممكن أن يعتبر أن المعركة مستمرة وليس من مصلحة إسرائيل أي تغيير الآن بالنسبة للحكومة الإسرائيلية وهو بدأ أساسا يتهم بني جانس وغيره من الأطراف المعارضة بأنهم يريدون خدمة حركة حماس من خلال كل هذه التحركات هل ترى هذا الرجل ممكن فعلا أن يتراجع ونراه ينسحب ويستقيل فجأة ويترك الحكومة الإسرائيلية؟ أستبعد كليا ما يجري بصرف النظر على الموقف السياسي استطلاعات الرأي العام خابت في أمريكا وخابت في أوروبا وأعتقد أنها خابت أيضا في إسرائيل تذكر أيام بريكزيت كل الاستطلاعات كانت تقول لن يتحقق البريكزيت وها تحقق البريكزيت وانسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كل توقعات كانت تقول لا لا يمكن اليمين أوروبا لا يمكن أن تقبل بعودة اليمين ها هو قد عاد اليمين كانت توقع مستحيل شيء مستحيل أن يعود ترامب ويفلت من حتى أنه يصل إلى ترشح عن حزب الجمهوري الكل كان يقول إما دي سانتز أو نيكا هيلي أو مايك بانبيو أو مايك بانس ها هو عاد بقوة غير مسبوقة ولذلك حتى استطلاعات الرأي العام في إسرائيل لا أعتقد أنها دقيقة نتيجة بالعكس زادت شعبيته المجتمع الإسرائيلي أصبح أكثر يمينية السابع من أكتوبر بالتفاصيل التي جرت فيها للأسف زاد المعسكر اليميني بالتطرف وزادت القطبية والانشقاق على الصحة الإسرائيلية الآن بيستفر نظر موقفك من اليمين أو اليسار أو موقفك من إسرائيل كبلد كحكومة كنظام أي حكومة في الدنيا عندما تكون في حالة حرب ويتم اتخاذ الموقف الذي يتخذ جانتز تتهم دائما بأن هذا الموقف غير وطني وبالتالي نعم نتنياهو يطرح نفسه بأنه هو الوطني مقابل جانتز وهو القوي أمام جانتز الضعيف وبالرغم من أن جانتز يأتي من الخلفية العسكرية ولكنه حتى الآن يبدو أن المؤسسة العسكرية في إسرائيل لا تقبل بأقل من القضاء على حماس كليا في غزة وحزب الله أيضا وهذا لا ينكر حتى جانتز أيضا كان يقول أنه لا بد من رد على حماس إذن كل الذي يريده هو فقط أن يعود ولا ترح نفسه بأنه هو القادر على قيادة إسرائيل وواضح أنه غير قادر بصرف النظر الموقف الذي تتخذ إدارة الرئيس بايدن كان فيه نوع من المحاباة ومحاولة دفع اليسار للضغط على نتائه ولكن واضح أنه فشل خاصة عملية تحرير الرهائن التي جرت هذا نصر سياسي لنتائه وبالرغم من كل محاولات جانتز عندما أجل الاستقالة اليوم التالي أعتقد أنها لم تكن في صالحه على الإطلاق ترجمة نانسي قنقر